هذه الكروض عم تنعطى بفايدة 0% للناس اللي مرح يقدروا يدفعوا مستحقاتهم وأصلاً كان عندهم كروض يعني على ثلاثة شهر في حال منهم قادرين يدفعوا الدفعات المستحقة فبيقدروا أنه ياخدوا مثل قرد بقيمة 0% بدل هالدفعات اللي مش قادرين يسددوها كان بالأفضل أنه ينعمل فترة سماحة ثلاثة شهر بدل ما يكون في هذه الكروض الآن الأموال بالليرة اللبنانية هي متوفرة بشكل كبير لكن نحن مفروض هنا نقارن بين الخطوة اللي قام فيها مصري في لبنان وما يعملون غير مصارف مركزية بغير بلدان؟ لأنه شفنا أنه غير بلدان عم بيعملوا مثل تيسير كمة صارت الفويد حوالي 0% فلحنا بلبنان نحن كنت بتساءل أنه بهذه الفترة اللي مسكرة فيها المصارف كيف ممكن للمواطنين يروحوا ياخدوا كروض؟ فليش من عمل فترة سماحة ثلاثة شهر للمواطنين اللي مش قادرين يدفعوا هالمستحقات لأنه يا هن يخسروا وظاقفهم يا أصلا هن بيشتغلوا بشكل يومي وبالتالي أنه المعاشات اللي بياخدوها من المردود المادة هو توقف بشكل كامل فلحنا لبنان مجهزين لنعمل اقتصاد المعرفة ولا نعمل أونلاين بانكينج ولا العالم ياخدوا كروض هن وقاعدين ببيوتهم فبالتالي مفروض على المواطنين يعمل إعادة جدولة للكروض تبعه وياخد يستفيد من هذا التعميم أنه يروح على المصرف وبالتالي عم يعرض حياته للخطر ترجمة نانسي قنقر